التقى الفريق أول رقم سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني مع قائد القوات الجوية الباكستانية الفريق أول طيار ظهير أحمد بابرسادهو اليوم في مقر القيادة بالعاصمة الباكستانية سلام أبد ورحب قائد القوات الجوية الباكستانية بزيارة سمو رئيس الحرس الوطني إلى باكستان والتي تأتي في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة وبهذه المناسبة أشاد سمو رئيس الحرس الوطني بالمستويات المتقدمة التي وصل إليها التعاون والتبادل العسكري بين الجانبين مشيرا بالدورة الذي تقوم به جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة ممثلة في الجيش الباكستاني في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي وبحث الجانبان خلال اللقاء عددا من الأمور ذات الاهتمام المشترك والتي تصب في سبيل تعزيز علاقات التعاون والصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة على مختلف الأصعد وخاصة ما يتعلق منها بالجانب العسكري ترجمة نانسي قنقر